السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقات المتعلمات مرحبا بكم في هذا الفيديو في حصة اليوم إن شاء الله سننجيز تمارين الصفحة 67 يتعلق الأمر بدعم وتتبيت التعلمات تعلمات الوحدة الثالثة الأسبوع السادس عشر من مرجع الجيد في الرياديات للمستوى السادس من التعليم لابتداء الطبعة الجديدة والمنقحة طبعة 2021 بالنسبة للطبعة تكون مكتوبة خلف الكتاب نبدأ بالسؤال الأول السؤال يقول أحول إلى الوحدة المناسبة ليكون قياس الحجم عددا صحيحا كما في المثال الأول إذن هنا سنستعمل دول التحويلات الخاص بالحجم ثم بعد ذلك نحول يعني ما خصي شي يكون عندنا عدد عشاري خصينا نحصله إلى عدد صحيح طبيعي إذن ونحول إلى الوحدة المطلوبة هنا عددنا 4.06 ديس متر مكعب تساوي 4030 سنتيمتر مكعب إذن كما نعلم فكل الخانة في هذه الخانات يكون فيها 3 ديال الخانات عدد ديس متر في 3 ديال الخانات نمر إلى القيمة الموالية 8.14 ديس متر مكعب إذن هنا خصينا نتقل عددنا 8.14 ديال الخانة من اللي غنددها الجدول غي خصينا واحد الصفر باش نوصله لسنتيمتر مكعب إذن هنا غتكون ثمانية في الخانة ديال ديس متر مكعب فاصلة 14 ديغتكون في الخانة ديال السنتيمتر مكعب وكما نعلم فاعددنا تتادي الخانات غنزيد الصفر ونحيد الفاصلة وغادي نوصله لسنتيمتر مكعب نمر إلى القيمة الموالية 5.7 متر مكعب إذن هنا غادي نحيد الفاصلة غادي نعطينا غنزيد الجوش الأصفر باش نوصله لخانة ديال ديس متر مكعب إذن غتكون عددنا 5700 ديس متر مكعب ثم عددنا الليتر عددنا 18.645 ليتر غادي نحاولها غادي نحيد الفاصلة يعني ثلاثة غادي نوصله للميلي ليتر إذن 18.645 ميلي ليتر بالنسبة للليتر والميلي ليتر كل واحدة في أخانة إذن هنا هيا الفاصلة غادي تكون هنا الليتر غادي تبعاد ديستيليتر ثم الميلي ليتر نمر إلى القيمة الموالية 0.3 أصفر ثمانية متر مكعب هنا غادي تعطينا 800 سنتيمتر مكعب هذه الثمانية تكون في المئة ديال السنتيمتر مكعب نضع الجوجة الأصفر حتى نحصله إلى 800 سنتيمتر مكعب ثم ثم ثلاثة تفاصيلة 505 ديكا ليتر ثم نحويلها سنحتاج إلى أخانة 800 سنتيمتر إذا كانت لدينا أكثر سنحتاج إلى أخانة ثم 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 نضع ونحن نحويلها الميل لتر لنحصل الى سبعة الاف ومائتين وخمسين ميلي لتر حال هذه ثم لدينا هيكتوليتر سبعة فاصلة تنين وثلاثين سنحويلها سبعة في الهكتوليتر ثلاثة في الهكتوليتر ثم ثلاثة في ديكاليتر وجوج في اللتر يعني لتر هذا فيما يخص لاجابة يعني السؤال الاول نمر الان الى السؤال الثاني عبارة مسألة يحتوي برميل سعته خمسة واربع فاصلة خمسة وتمانون لترا على اثنان وثلاثون فاصلة خمسة وخمسون لترا من البنزين ثم اللتر الواحد منه هو ثمانية فاصلة خمسة وستون درهما احسب كمية البنزين التي تنقص ليصبح البرميل ممتلئا ثم ثم ثمن كمية البنزين الذي اضيفه الى البرميل بالدرهما اولا نبدأ بكمية البنزين التي تنقص ليصبح البرميل ممتلئا اذا نديره الساعة ديال الساعة افوان ديال البرميل هي خمسة واربعين فاصلة خمسة وثمانين لتر ونحيده من هذا الشيء التي تنقص ليصبح البرميل ممتلئا ثمانين فاصلة خمسة واربعين فاصلة خمسة وثمانين ناقص يصبح البرميل هي الزمن إنها في الدر!' فاصلة خمسة وخمسين ان يقوم في نقص 13.30 لاتر من البنزين 8 كمية البنزين التي اضيفها البرميل نقص 13.55 لاتر من البنزين نقص 32.55 لاتر من البنزين نقص 8.65 لاتر من البنزين نقص 281 درهم 5575 درهم نقص 281.5575 درهم هذا هو الجواب السؤال الثاني نقص 8.5575 درهم نقص الثاني الى التمرين المولي وهو التمرين الثالث سهريج فارغ حجم 25 متر مكعب احسب عدد لترات الماء اللازم لملقه جيب خدث شخص 1% 85 جيب 25 متر مكعب الاحدث ما زيج día 50.000 درهم مكعب وكما نعلم فا الدسيمتر يساوي اللتر واحد دسيمتر إذن عدنا هذا العلاقة واحد دسيمتر مقعب يساوي واحد لتر أي خمسة وعشرين الف دسيمتر مقعب تساوي خمسة وعشرين الف لتر إذن هذه هي عدد اللترات اللازمة لملئيها هي خمسة وعشرين الف لتر إذن هذا هو الجواب نمر الآن إلى السؤال الموالي رابعا يزود نهر سدا بمعدل مئة وعشرون متر مكعب في الدقيقة أحسب حجم الماء المتجمع في السد بعد مضي واحد وثلاثون يوما إذن هنا كل ندقيقة كيزود لنا هاد النهر سد بمئة وعشرين متر مكعب من الماء خسنا نحسبوه أشحار كيزود لنا في حدود لاتين يوم إذن هنا تنخدوه ديك مئة وعشرين متر مكعب سنضربوها في ستين دقيقة لي عندنا في الساعة سنضربوها في ربعة وعشرين ساعة لي عندنا في النهار سنضربوها في واحد وثلاثين يوم اللي يطلبون لنا إذن سنضربوها هذه العمليات كاملة حجم الماء المتجمع خلال واحد وثلاثون يوما هذه يوم ربعة وعشرين ساعة ستين دقيقة وهذا حجم الماء سنضربوها في نتيجة التالية سنضربوها خمسة ديال مليون وثلاثمائة 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 ألف وثلاثمائة متر مكعب من الماء اللذي يعني يصبوه أو يزويدوه النهر للسادي في واحد وثلاثون يوما أي في شهر قريبا هذا في ما يخص السؤال الرابع نمرو الآن إلى السؤال الموالي خمسا إذا كنت عيدن مبيوان مع سنضربوها محيطة ديال مليون وثلاثمائة وثلاثمائة فقط ديال مليون وثلاثمائة جانزاء لتمكنزاء بتجدوائل ممتجوا وأيوان كنت في سبق ثلاثمائة وثلاثمائة من سنضربوها موس وكنت صفر فاصيل سبعين ديسي مياتر كبب ديسي مياتر مكعب ديال عصير البولتقال ديال جو دورانج وكاتسان سنتيماتر كبب وربع مياتر مكعب ديال مياتر مكعب ديال مياه الماء المعدي الماء الغازي إذن كمبيان دوار دوار 20 سنتيلات رباطي لرمبله إذن جس آمن كأس اللي اني كي يقدري هزلينه خمسي عشرين سنتيمتر تقدر تعمر. إذن هنا بنسبل هالسؤال نقطار إحمايالي كنسرنون لكيستيون نمو 5. إذن لنوبور دوار رملي دوار سنتيمتر هنا سنحسبو المجموع ديال الأحجام 28.17 لتر سنزيدو لعصفر فاصل سنزيدو لعبا مئت سنتيمتر كبه إذن هنا يوم يوميو إشتريين ديسي لتر ديال أسر قم بلوميس رنزيدو لسفر فاصل سبين ديسي مئتر كبه ديال أسر بورتقال تمازي دولي هاربا مئت سنتيمتر كبه داربا مئت سنتيمتر كبه ديال ديال المياه الغازية في الموضوع مع المياه ديال لتقاعدين قد نجمعهم ديال الأحجام 30 مم الان ديال الأحجام 30 مم ثم نحول صنتيمتر وإذاً 28 ديال الأحجام 3280 0.70 ديال الأحجام 40 مم 400 سم . 40 سنتيلتر 0 زائد 0 زائد 0 يسوي 0 4 زائد 7 زائد 8 يسوي 10 1 زائد 2 يسوي 3 سنتيلتر ثم نقوم بحجم العصير ثم نقوم بحجم 390 كيلو ثم نقوم بحجم العصير ثم نقوم بحجم العصير نقوم بحجم عصير ثم نقوم بحجم العملي يعني الممتليهه إذن الكؤس الممتليههه إذن لنوبر 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 دو با رمبله الممتليهه عندما نحسبه هذي النص هذي النص رمبله ي 19 ساة شركة سرادية مارلينة بعد ذلك لعصر لقدت كنزا نعمر الآن إلى السؤال موالي سادي سن جو رب رد وي سرمون كيير جو كمпليت لوفو لما دو بغالي لبيبي دي ريكتان غي اي دانيا حجم متوازي المستطيلات ا هو اذا لدينا في ايتيغال لانجر فوا فوا لوتر اذا هنا لدينا الطول مضروف الارتفاع لدينا العرض العرض باللغة الفرنسية لارجر اذا بالنسبة لفوليوم لدينا لانجر طول هو 4 سنتيمتر وهذا بالنسبة لاغجر العرض هو جو جو فاصلة 5 سنتيمتر وبنسبة لاغجر هي 3 سنتيمتر اولا هو 3 سنتيمتر الارتفاع هو 3 سنتيمتر عند انجز هذه العملية غلقوا 30 جو 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 فاصلة 5 مضروف 4 كتساوي 10 5 جو جو فاصلة 5 5 5 5 5 15 30 20 سنتيمتر كوب هو حجم المتوازي المستطيلات نمر لحساب حجم العلال مكاذب لغول مهات في كبه بي دارت إذا نايا عدنا لي طول الديال اوهات إغالي 2 cm ويهاتي غالي 2 cm x 2 cm 2 x 2 إغالي 4 x 2 إغالي 8 اذا كان حجم المكعب الصغير هو واحد سنتيمتر مكعب أحسب حجم كل من المجسمات واحد واثنان وثلاثة واربعة ورتبها من الأكبر حجما إلى الأصغر حجم المكعب صغير الحجم هو واحد سنتيمتر كيب نحن هنا واحد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستس تامدروف جوجيات ناشة زائد واحد تلتاش سنتيمتر مكعب بالنسبة للشكل الأول عدنا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر 11 12 13 14 15 16 17 18 ا pretend here they are 18 or not for Rate 4 16 18 18 18 18ILL مكعب. ثم بدأ بالتالت. ثم بنسبة التالت. اذا عدنا اثنان زائد اربعة آآ يسوي ستة. زائد اربعة يسوي عشرة. زائد اربعة يسوي اربعة عشر. اذا اهنا عدنا اربعة تاشر سنتيمتر مكعب. بالنسبة للرابع عدنا هنا واحد اثنان ثلاثة اربعة. واحد اثنان ثلاثة اربعة. اذا سوف نرتبها من الكبير للصغير الكبير هنا هو 1 أكبر من 16 أكبر من أربعة أكبر من ثلاثة 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 أكبر من اثنان نمر الآن إلى التمرين الثامن أحسبوا ما يلي إذن لدينا مجموعة من العمليات على الإعداد الكسرية عمليات الجمع وعمليات الطرح وعمليات الضرب ثم عمليات القسمة نبدأ بجوج على ثلاثة عمليات الجمع زائد خمسة على أربعة يساوي نبدأ هذه العملية المقام الموحد هو إثنى عشر المقام الأول في المقام الثاني إثنى عشر يساوي إثنى عشر المقام هو مزيان نبدأ بجوء الهناد إثنى أربعة يساوي تمانية خمسة في ثلاثة يساوي خمسة عشر ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون يساوي 21. ثم نمر الى البسط. ثلاثة في ثلاثة. تسعود. خمسة في سبعة 21. عفوا. خمسة في سبعة قيتساوي اه خمسة وثلاثين. عفوا. خمسة في سبعة قيتساوي خمسة وثلاثين. دم تسعود زائد خمسة وثلاثين كتساوي اربعة وربعين. ثم نمر الى العملية المولية. عملية الطرح. ستة على اربعة ناقص. ثلاثة على سبعة. يساوي. المقام الموحد. هو تمانية وعشرون. تمانية وعشرين. تمانية وعشرين. يساوي تمانية وعشرين. حين ستا JB نااقص ثلاثة في اربعة. ثلاثة في الوربعة. ثلاثة في ارضا يساوي 12. ناقص defining الى الورحكة alrededor。 ثلاثة في اربعة. يساوي 28. ثلاثة على ارضا يساويiyم. اصفوا من ثلاثة في اbruعين. تسعود لزاء عفوا. نقسمها بفرز او نقسم على جوج هنا. يساوي 30 على جوج هي 15 و 28 على جوج هي 14. إذا تساوي 15 على 14. نمر إلى العملية الموالية 11 على 12 ناقص 3 على 5. هذا المنسبة لهذه العملية. إذا لدينا المقام الموحد هو 60 يساوي 60. إذا 11 في 5 تساوي 55 و 3 في 12 تساوي 36. إذا 55 ناقص 36. تساوي 19. خمسة ناقص 6. يمكن نضيفه عشرة للحدين. 15 ناقص 6 سعود. وخمسة ناقص 4 تساوي 1. نمر إلى عملية الضرب الموالية. عملية الضرب التي لدينا هي 3 على جوج مضرب 6 على 13. هنا سنضرب البسط الأول في البسط الثاني والمقام الأول في المقام الثاني. 3 في 6 تساوي 18. سنضرب هادي في هادي. ونضربها هادي في هادي. جوج في 13 تساوي 26. نقدره نقسمه. نختازله. نقسمه على جوج وهنا نقسمه على جوج. تساوي 18 على جوج هي تساوي 26 على جوج هي 13. تساوي 19 على 13. نمر الآن إلى العملية الموالية. العملية الموالية هي 30 على 11 على 3 على 10. يساوي. نضربه 11 على 3. ثم نضربه 300 في 10. اخر 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 اخر. اخر 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 اخر. إضافة الأسفر تضع الأسفر يمكن القسم الفرق يمكن القسم الفرق على 3 تضع 3 133 قسم على 3 قسم 3 11 ثمات 3 أخوة 3 أخوة 3 أخوة 11 قسم 111 على ألف نستطيع اختزله من هنا ولكن بالنسبة للمستوى السلس سوف نستطيع اختزله من هنا هنا قسمه على ثلاثة وهنا على ثلاثة هنا سوف تعطينا واحد وهنا سوف تعطينا مية مية وحد عشر ضربنا في واحد سوف تعطينا مية وحداش ومية إذا ضربناها في عشر سوف تعطينا ألف نمر إلى العملية المولية عملية القسمة 2 على 5 مقسومة نكتب اثنان على خمسة مقسومة على ثلاثة جوج على ثلاثة اثنان على ثلاثة يساوي بالنسبة لعمية القسمة هي سوف نضرب جوج على خمسة هذا الأول ونضربه في المقلوب الثاني نضربه في ثلاثة على جوج كيساوي جوج في ثلاثة يساوي ستة وخمسة في جوج يساوي عشرة نقدره هادو مقسمه على جوج نقسمه على جوج لتحت الفوق باش نختاز له ستة على جوج ثلاثة وعشرة على جوج خمسة نمر إلى العملية المولية عملية القسمة سبعة على ثمانية مقسوم على ثلاثة على أربعة سبعة على ثمانية مقسوم على ثلاثة على أربعة يساوي نتعكد سبعة على ثمانية ثلاثة على أربعة سوف نضرب العدد الأول ونضربه في مقلوب العدد الثاني يساوي من قلوب الثلاثة على ثلاثة ستزوج Thompson 7 is at 7 سنضرب 4 قسوميم على ثلاثة 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 فليساوي 19 على 60. 15 على 14. 44 على 21. 23 على 12. هذا فيما يخص الإجابة. يعني السؤال الثامن. نمر الآن إلى السؤال الموالي. تسعين. يجب أن يكون الموالي. كما هي الموالي. عند نهاية الموالي. كتلته قبل الموالي. يجب أن يكون 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 الموالي. على اثنان الدين المترتب عليه ثم ادى اثنان على خمسة هذا الدين ايضا وبقي في دمته تمانية تمانية الاف وتسعمائة درهم اذا ادى هذا التجر نصف ديال الدين وبعد ذلك ادى خمسين هذا الدين وبقى له ما زالت من الاف وتسعمائة درهم احسبوا مبلغ الدين الكلي بالدرهم اذا ادعوا واحد على جوج زائد اثنان على خمسة زائد ثمانية الاف وتسعمائة درهم هي اللغة تعطينا مبلغ الدين بالدرهم في هذا التمرين عندنا المجهول اكس اذا المجهول اكس هو اللي كان نبيحت عليه هو الدين اذا هذا الدين هذا حيدنا منه نقصنا منه نصف دياله واحد على جوج اكس واحد الاجوج هاد الدين نقصنا منه الخموسين كذلك ديالهاد اكس واعطتنا تمنالاف وتسعمائة درهم يعني الباقي اخدينا الدين ونقصنا منه واحدة لاجوج ناقص اثنان على خمسة ولا ندير هنا زائد اثنان على خمسة اكس ثم بعد ذلك بعد ذلك نوحد المقام اذا هنا بحالة لدينا واحد اكس ناقص واحد على جوج اكس ناقص اثنان على خمسة اكس يساوي تمانية الاف وتسعمائة درهم غادي نوحده المقام من مقام واحد وقيتنا في خمسة هو عشرة اكس ناقص عشرة اكس ناقص عشرة اكس ناقص عشرة اكس ذا نمشيه للباست حتي لدينا 10x x. ضرب جوج إلى 5 أجل ونقوم بزرائ training. ضربped المعد بجوج ونقوم بزرائع 3xch. لدينا أجل حدث القيمة هذه الإسرائية بقيمة اج�� 10x جداً لدينا أيضاً يجبσأ جذباً لا تسيب الى سوف نقوم بعمل 5x و 4x كامل سوف نقوم بعمل 8900 دراما هنا سوف نخرج هذا المجهول من هذه العملية سوف نقوم بعمل 10 نقوم بعمل 5 نقوم بعمل 4 نقوم بعمل 1 إذا 1x على 10 تقوم بعمل 8900 درام أي x تقوم بعمل 8900 درام مضروف عشراء تساوي 89000 درام إذا قيمة هذا x يعني قيمة الدين قيمة الدين عفوا الدين هي 89000 درام نمر الآن إلى السؤال موالي السؤال 11 يحتوي بعاء على 12 لتر من الحليب نريد وضع هذا الحليب في قنينات تسع الواحدة منها 3 على 4 لتر أحسب عدد القنينات اللازمة لذلك إذا هنا باش نحسب عدد القنينات سوف نقوم بعمل 12 لتر ونقسمها على 3 على 4 ونكتب نقوم بعمل 12 مقسومة على 3 على 4 يساوي نقوم بعمل 12 في مقلوب العدد 4 على 3 يساوي 12 في 4 تساوي 48 و3 في 1 حيث هنا بحينا 1 3 في 1 تساوي 3 إذا تساوي 48 على 3 إلى قسمنا 48 على 3 نقوم بعمل 16 إذا عدد القنينات اللازمة لذلك هو نقوم بعمل 16 قنيناة هذا فيما يقص الإجابة عن التمرين الحادي عشر نمر الآن إلى التمرين الموالي التمرين الثاني عشر ونكملوا ملء الخانات الشبكة الآتية إذا نكملوا ملء هذه الخانات لدينا عملية الضرب وعملية القسمة إذا لدينا 8 قسمها على 32 سوف نقوم بعمل 8 في 4 32 ثلاثين وثمانية وثمانية مقسم على 32 واحد على 4 واحد على 4 إذا هنه كذلك نضرب 3 على 4 مضرب في 1 هي 3 على 4 واحد على 4 مضرب في الشيحة جغة سوف نقوم بعمل 3 على 4 واحد نضرب في 3 وربعة نضرب في 1 إذا ثلاثة التي ستكون هنا ثم 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 نضرب 8 لتحصل إلى 3 على 4 يعني غنضرب العقس ثم ثلاثة على ثلاثة على ثلاثةтыadel more half viaaga ثراثة على ثلاثة على ثلاثة ثلاثة على ثلاثة ثانثة على ثلاثة لمavasوي أثنين وثلاثة ثم من ثلاثة再غادرون اذا سعيد الججب ثلاثة عن ثلاثة ث Challenge $ 3 إذا ثالثة عن ثلاثة ثلاثة unecore ثلاثة ثلاثة هذا فيما يخص الإجابة عن التمرين الثاني عشر إذا ملئنا جميع الخانات على ما أدل نمر الآن إلى التمرين الموالي التمرين الثالث عشر عدد تلاميذ القسم 36 تلميذا تم توزيعهم حسب السن كما يلي أحسب عدد التلاميذ الذين سنهم 11 سنة إذا نصف 36 مقسم على جوج سنة 36 مقسم على جوج ستساوي 18 يعني 36 على جوج سنضربها في واحدة على جوج هذه تتمثلنا النصف هذه تتمثلنا الرابع و هذه تتمثلنا الرابع عدد التلاميذ الذين نسلون 12 سنة يعني الربع يعني الربع يعني الربع ستساوي 36 مقسم على 4 كتساوي في الحصة المقبلة دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر